والنهاردة كان البطل محمد الديب اللي هو صاحب المدالية الذهبية وهو من على الكرسي المتحرك بتاعه محمد الديب قبل كده كان سابت الرئيس لما في بداية السنة في سنة الشباب وبتكلم معاه وهو النهاردة كان طلب من سابت الرئيس ان هم يجيش ياخد رودب عسكرية يعني الطلب بتاع محمد الديب على فكرة لا هو جديد ولا هو علينا ولا حاجة يعني احنا من ايام ابطالنا في رفع الاسقار اللي هم مملوك الحديد في العالم دول على فكرة دول تم تكلفهم في قوات المسلحة ابطالنا في ابطال الحديد اللي هم اخدهم دليات ذهب ومدليات فضة في دورات الاولمبية يعني احنا من اواخر من الخمسينات وربما من قبل كده كان حكاية دي وكل دول كانوا اخدهم رودب عسكرية وفقا لمؤهلاتهم وبعد كده حتى احنا ايام في الستينيات كان ابطال كتير بيتم بتكلفهم ومنهم من نجوم الكرة مثلا انا عسكر مثلا كان كتير انما انا عسكر مثلا ليوي اللي هو الكابتن كمال ديرلس اللي هو كان قلب ادفاع مصر والنادي المصري واسكر كمان محمد شهين نجم الهدف برضو المصري والمنتخب مصر كان محمد شهين ومحمد بدوي بقى اللي كان الستاذ المستكاوي رحمة الله عليه كان مسميه بدوي فتاكة ده واحد من اللعبين الكرة اللي كان ممكن يلعبه في اي حتة في العالم فاي حتة كان محمد بدوي بيلعب اللي كان في النادي المصري ده كان مثلا كان مساعد لانه كانش يعني كان مكلف برضو مساعد انا بقى في الابطال المعاقين وكلامنا يتبقى يتكلفهم ده بطل وبعده يعني النهاردة